قبل ما أبدأ مع حضراتكم الأخبار الحقيقة عايز أتكلم مع جمهور نادي الأهلي أنا الحقيقة بسق جدا جدا في سنسور الجماهير بشكل عام وفي جمهور الأهلي بشكل خاص قدرته على أنه يقرأ ما بين السطور في مواقف كتير جدا بتعدي علينا على مدار الموسم وخصوصا الموسم اللي احنا مرنا به الموسم الحالي اللي كشف حاجات كتيرة جدا كشف مش بس كورة مش بكلم كورة لأنه الأهلي طول عمره كبير والأهلي طول عمره العادي بتاعه أن يكسب أغلب الألقاب مش أقول كل الألقاب لأنه مفيش فريق يقدر يعمل ده بشكل مستمر يعني لكن كشف فوارئ كتيرة جدا موجودة على كل مستويات مش بس جوه ملعب الكورة ومش بس فيما يتعلق بسكوهد أو جهاز فني لكن كمان في طريقة التعامل وخد بالك أنه المنظومة عندنا هنا في مصر منظومة كورة القدم يعني ودي يسأل عنها الجميع أنا يعني يعني الرشدة دي احنا اتكلمنا فيها كتير جدا والأسف شديد جدا ما فيش حاجة بتتغير الواقع اللي احنا بنعيشه هو نفس الواقع المكرر كفي فيلم اسمه Groundhog Day بيحكي قصة أنه البطل بيصحى كل يوم المنبه بتاعه بيضرب الساعة 8 هو نفس اليوم بتاعه بارح وهو نفس اليوم اللي هيتكرر كل يوم الأحداث هي هي من حواليه لكن البطل هو اللي بيتعامل بشكل مختلف تقريبا تقريبا السيناريو ده الأهلي بيعيشوا كل موسم في الكرة المصرية الكلام هنا مش اتهام لحد بقدم هو تحديد مسؤوليات كل المشكلات وارجعوا كده للفيديوهات وارجعوا للتاريخ مش بس اللي احنا اتكلمنا فيها في قناة الأهلي اللي بيكلم فيها تقريبا كل العاملين في مجال إعلام واللي بيكلم فيها السوشال ميديا ملف التحكيم ملف الفار ملف الجدول المسابقات ملف التوقفات ملف المؤجلات ملف العقوبات ملف لجنة الانضباط كل المشكلات والسيناريوهات اللي بتعطل مشوار أو مسير التقدم الكرة في مصر على المستوى الندية على المستوى المنتخبات الإعراض الملف المحترفين في الخارج كلها تقريبا تقريبا بنتكلم فيها كل سنة هي هي مفيش ملف منهم حتى تحس انه تحرك لقدام اه في مجهودات محدش ينكر السنة دي احسن مساء قبلها في حاجات مثلا زي عودة الجماهير السنة دي احسن من قبلها نسبيا في قصة الملاعب لكن على مستوى التفاصيل لا انت عندك مشكلات عنيفة جدا مشكلات مرتبطة باللوايح مشكلات بس المهم عشان ما نخش في موضوع ده ونكراره مرة تانية لانه يعني ده موضوع طويل ويتول شرحه لكن اللي عايزة اقوله في النهاية انه ازاي بيتعامل الاهلي مع المنظومة اللي فيها هذا الكم الكبير من الخلط ومحدش محدش يفكر ياخدك لخناءات جانبية محدش يفكر يستدرجك واحد الاهلي ليس في خصومة والاهلي طول عمره ده مش بس الكلام ده السنة دي الاهلي ليس في خصومة او لم يكن طرفا في خصومة مع اي كيان وفرق بشكل كبير جدا ما بين الاسم والكيان بما فيهم حتى كل الاندية المنافسة بل على العكس على مدار السنين طويلة جدا على عكس ما يتم تصديره او تصويره او محاولة ايصاله لكتير من جماهير الاندية اللي بتنفس الاهلي او حتى اللي كان بتنفس الاهلي كان الاهلي طول الوقت على علاقات طيبة جدا 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 مع الاندية دي يقينا ويشهد على الكلام اللي انا بقوله لحضراتكم ده مش الاهلوية مش النادي الاهلي او اطراف كانت بتنتمي النادي الاهلي يشهد على الكلام ده المسؤولين والقائمين على الاندية دي في ازمنة وفي عصور مختلفة وممكن اقول لحضراتكم قيمة تطول من المواقف اللي اثبت فيها دايما النادي الاهلي انه كبير الاندية المصرية وانه الكبير مش بس ببطولاته وبتاريخه لكن كمان بتصرفاته وكتير من المواقف اللي بقوله حضراتكم عليها كان الاهلي داعم الاندية دي طيب المشكلة جاي منين حالة التوتر اللي ممكن يكون ناس او خلينا اقول بشكل واضح اشخاص بيشتغلوا عليها ادارين ممكن مسؤولين او رؤساء ممكن جدا واعلامين طبعا وبشكل قاطع هي مشكلة مع اشخاص ثق تماما ثق تماما اما بدأ الدوافع مختلفة طبعا اكيد يعني مش كلهم دوافعهم واحدة في ناس وللأسف كمان في ناس كتبت انتهى في يوم الاندي الاهلي هدفها في المقام الاول والاخير تصفات حسابات ناس بتصفي حسابات مع النادي الاهلي كانوا في يوم الايام ممكن من ولاده كانوا في يوم من الايام دخلوا من بوابة النادي الاهلي على اساس يكونوا جزء من منظومة وللأسف الشديد جدا ثبت انه تركبتهم اخلاقياتهم تصرفاتهم ما تنفعش او مش متصقة مع طريقة الشغل في نادي الاهلي فكانت نهاية العلاقة كل ده غيرة من نجاح محولة لا ايجاد شماعات يعلقوا بيها فشلهم او عدم نجاحهم او عدم قدرتهم على مجرات النادي الاهلي وبالتالي الخصومة هنا مع اشخاص تنتهي اكيد بزوال الاشخاص دي من مناصبه تنتهي بزوال الاشخاص دي من مناصبه